في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم للتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهدافة تشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفر جهودها خلال إزموع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصر عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط عدد 473 عنصر إجراميا بنطاق 22 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 289 قطع السلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 56 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1171 قطع السلاح ناري أبرزها راشاشان مائة واثنتان وأربعون بندقية ومائة وأربعة بندقية ألية وسلاسة وستون مسدساً وثمانمائة وستون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ومائة وثلاثون خزينة إضافة لألف وثلاثمائة وثمان عشر قطع السلاح أبيض وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة وتسعين ألفاً وستمائة وستة عشر حكماً قضائياً من بينهم ألفان وثلاثمائة وخمسة وثلاثون حكم جناية مائتان وسبعة ألف وثلاثمائة وأربعون حكم حبسة ومائتان وتسعة وتسعون ألف وخمسة حكم غرمة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط سمانية تشكيلات عصابية ضمت إثنين وثلاثين متهماً قاموا بارتكاب تسعة وثلاثين حادث سرقة متنوعة وتم كشف عمود ستة وثمانين حادث ما بين قتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي مائة وستة وثلاثين متهماً وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1555 قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من 1354 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 720.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدرة وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 150 كيلو جرام وكمية من بذور القنب البنجو وزنت 125 كيلو جرام وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 40.5 كيلو جرام كما تم ضبط أكثر من 15 كيلو جرام من مخدر الأفيون وضبط أكثر من 9 كيلو جرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من 9 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 14529 قرص مؤسر و19566 قرص ترامدول مخدر و18979 قرص كيبتاجون و1300 قرص إكستاسي كما تم إبادة 125 فدان منزلعة بنبات القنب البنجو هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 386 مليون جنيه كما تم ضبط ستة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وكذلك تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الإدار غير المشروع بالمواد المخدرة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر